موسيقى السلام عليكم و اهلا بحضرتكم في اخبار نشرتها شبكة الجزيرة القطرية بخصوص انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة او بمعنى ادق تعليق الجيش السوداني لمشاركته في مفاوضات جدة الجزيرة بتقول انه بحسب مصادرها الخاصة الجزيرة بتقول انه بحسب مصادرها الصحفية الخاصة فان دبلوماسي السوداني يصرح لشبكة الجزيرة القطرية و قال ان تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة كان بسبب الاحتجاجات على هجمات عصابات الدعم السريع على مواقع الجيش في الخرطوم وباقي الولايات السودانية و ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة حمدتي يخون السعودية اتمنى من حضراتكم انكم تشوفوها لو ما كنتوش شفتوها يريد ترجعوا للحلقة دي وتركزوا في التفاصيل اللي تقالت فيها لانه من خلال الحلقة دي حتقدروا انكم تعرفوا وتفهموا التطورات اللي بتحصل حاليا واللي حنحكيها خلال الحلقة دي ان شاء الله على اي حالة شبكة الجزيرة القطرية نقلت عن وكالة الصحافة الفرنسية ان في مسؤول داخل الحكومة السودانية طلب انه ما يتقلش اسمه او بمعنى صحفي يعني كده طلب عدم الكاشف عن هويته صرح وقال ان الجيش السوداني اتخذ القرار الخاص بتعليق مشاركاته في مفاوضات جدة بسبب عدم تنفيذ المتمردين اللي هم عصابات الدعم السريع يعني للبند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وبسبب خرقهم المستمر للهدنة وده المتوقع بصراحة من مجموعة المرتزقة الهمجي الرعاعة اللي مسمين نفسهم دعم سريع انا بصراحة بيني وبالنفسي ومش هخبي عليكم كنت حاسس ان اكرم المملكة في انها توجه دعوة للمرتزقة دول علشان يجوا يتحاوروا زي البناء ادمين في جدة كان عبارة عن جهد فرير محل وغير مكانه على الاقل من وجهة نظري لان القيادة في المملكة العربية السعودية كانت بصراحة كريمة جدا مع الاشكال القذرة اللي اسموهم الدعم السريع لان ببساطة الاشكال دي ماينفعش معاها الاحترام ابدا ولا التعامل الادمي ومايفهموش اصلا يعني ايه مفاوضات ومايفهموش اصلا يعني ايه سياسة الاشكال دي كان لازم يتم التعامل معاها عسكريا وبمنتهى العنف وبس لكن طبعا المملكة العربية السعودية سياستها حكيمة جدا وكل همها ان الامن والاستقرار يرجع للسودان زي الاول واحسن ومافيش اي طريقة لاستعادة الهدوء في السودان غير عن طريق المفاوضات ولكن للأسف الشديد ان فيه طرف داخل السودان ما بيفهمش يعني ايه مفاوضات اصلا يا جماعة وهنتوا لازم تعرفوا ان القيادة في المملكة العربية السعودية بتتعامل مع مجموعة من الغعاع والمرتزقة جايين من تشادز ومن افريقيا الوسطى ومن اثيوبيا ومن كينيا ومعهم شوية حرمية وقطعين طرق سودانيين وفاكرين ان هم جيش حقيقي ويقدروا ان هم ينفسوا الجيش السوداني على السلطة المركزية في القرطون وعلشان كده اي تفاوض مع الاشكال دي هيكون عبارة عن جهد في غير مكانه لانهم اقسم بالله العظيم ما فاهمين اصلا يعني ايه تفاوض من الاساس اذا كان قائد عصابات الدعم السريع اللي هو حمدتي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب فانتم متخيلين حال بقية القيادات في عصابات الدعم السريع هتبقى عاملة ازاي اذا كان الرئيس نفسه جاهل لا يقرأ ولا يكتب فتخيل بقى حال كل القيادات اللي تحت ايده الموضوع والله فعلا مأساة وربنا ينجي السودان من الكارثة اللي بتحصل فيه دلوقتي عموما عصابات الدعم السريع ردت على الاخبار دي اللي هي حوالين انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة فعصابات الدعم السريع اتهموا الجيش السوداني انه هو اللي بيحاول افشال المفاوضات وان الجيش السوداني هو اللي بيخرق الهدنة الانسانية بصراحة انا دايما بيجي على بالي المثال بتاع اللي تجيبه فيك يعني بصراحة انا عمري ما حشوف بجاحة اكتر من كده يبقوا هم اللي بيهجموا مقارات الجيش السوداني وهم اللي بيقصفوا المدن السودانية وهم اللي بيختارقوا جميع بنود اتفاقية جدة بما فيها منع الهجوم على المستشفيات ومنع سرقة الادوية والاجهزة الطبية وبعد كده يرجع يقولولك ان الجيش السوداني هو اللي بيخترق الهدنة لانه بيرد علينا لما بنهجم على المدن السودانية والله العظيم انا ما بقيتش فاهم الناس دي بتتكلم بالمنطق والعقل ولا الناس دي متخلفين ذهنيا يعني انت عايز من الجيش السوداني انه يعمل ايه وانت بتهجم على الخرطوم وبتقصف المستشفيات والمباني الحكومية في باقي الولايات المفروض بقى ان الجيش السوداني يقعد يتفرج عليك يعمل ايه ما ترد علي المفروض ان يتفرج عليك وانت بتدمر البلد ما هو اكيد لازم يرد عليك لان انت اللي بدأت الهجوم لكن طبعا بالنسبة لعصابات الدعم السريع فدفاع الجيش السوداني عن المدن السودانية يعتبر خرق للهدنة لان زي ما قلت لحضراتكم الناس دي جهلة وريعاعة وما بيفهموش يعني اسياسة ولا منطق ولا مفاوضات على اي حال يوم الـ 29 مايو اللي فات اعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية توافق الجيش السوداني وعصابات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف اطلاق النار لمدة خمسة ايام اضافية وده طبعا بعد انتهاء اتفاق اطلاق النار اللي كان مدته سبع ايام ما بين الطرفين وكان برضو برعاية سعودية امريكية لكن تاني يوم على طول اللي هو يوم الـ 33 مايو اخترقت عصابات الدعم السريع الاتفاقية وهجمت على مقارات الجيش السوداني واشتعلت الاشتباكات في شارع الغابة ومدخل جسر الفتاحات بالخرطون فبالتالي الجيش السوداني كان لازم انه يرد وساعتها بقى ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وسط جنوده في محاولة منه لرفع معنوياتهم وصرح ان الجيش السوداني حيستخدم القوة المميتة لردع اصابات الدعم السريع ولا ما خبش عليكم انا كنت مستني التصريح ده من زمان وبفارغ الصبر لانه ما فيش اي حل مع عصابات الدعم السريع غير استخدام القوة الغاشمة على اي حل حسب المصادر الصحفية الخاصة بشبكة الجزيرة القطرية فان الاتحاد الافريقي بيشتغل دلوقتي على اعداد خارطة طريق لحل الازمة السودانية الجزيرة بتقول ان هي قدرت تحصل على نسخة من خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد الافريقي خارطة الطريقة كانت اهم بنودها كلاتي واحد استيناف العملية السياسية لاستكمال الانتقال السياسي الذي توقف بسبب الصراع اتنين ضرورة اشراك الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية السودانية في حل الازمة ما بين الجيش السوداني وعصابات الدعم السريع ثلاثة وقف اطلاق النار فورا ما بين الاطراف المتصارعة داخل السودان اربعة وقف استهداف المدنيين والسماح باصال المساعدات الانسانية لسكان المناطق المنكوبة هي دي خارطة الطريق اللي اقترحها الاتحاد الافريقي لحزل ازمة الاشتباكات المسلحة في السودان انا بقى بعد اذنكم عايز واحد عائل يقول لي هو ايه الفرق ما بين خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد الافريقي وما بين اتفاقية جدة انا مش عايز اقول لك ان خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد الافريقي نسخت بنود جدة وخدتها حرفيا كده كوبي بست زي ما هي واعدت تقديمها لطرفين نزاع داخل السودان فمعلش انا محتاج حد يقول لي ايه هو الاختلاف ما بين اتفاقية جدة والاتفاقية اللي بيقترحها الاتحاد الافريقي ما هو لو اتفاقية جدة فشلت زي ما الاعلام المعادي للمملكة العربية السعودية بيقول فبالتأكيد خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد الافريقي هتفشل هي كمان مش كده ولا ايه ما هو نفس البنوت ولا انا بقول اي كلام اجدعان ما هو ربنا عرفه بالعقل قبل النقل يا جماعة يا جماعة منين انت بتقول ان السعودية فشلت سياسيا في السودان ومنين بتقترح نفس الشروط اللي اقترحتها قبلك السعودية وفاكر ان انت حتلاقي نتيجة مختلفة او نتيجة جديدة وان الوضع في السودان حيتحزن ما هو معلش اثبتوا على رأيي هل اتفاقية جدة فشلت ولا اتفاقية جدة هي افضل حل عقلاني ومنطقي متاح لحل الازمة السودانية ولا ممكن يكون فيه التزام اكتر مع تغيير راعي للمفاوضات معلش اسمحول يعني انا شايف ان الرعاية السعودية اصلا اقوى من الرعاية الافريقية ويريد كمان تنضم باقي دول الربعية المعنية بالسودان في رعاية الاتفاقية مع السعودية والولايات المتحدة الامريكية بالتأكيد اتفاقية جدة مفيش احسن منها حاليا على الساحة السياسية ولكن فيه طرف حقير مش عايز يلتزم بالاتفاقية دي وبالتالي في السعودية ما فشلتش في السودان ولا حاجة ولكن السعودية مش هتجبر اصابات الدعم السريع على الالتزام بالاتفاقية ولكن المملكة العربية السعودية كل ما عليها ان هي تقدم الاتفاقية وتحاول ان هي تلاقي حل سياسي يعصم دماء السودانيين ولحد كده المملكة العربية السعودية نجحت تماما في انجاز المهمة بدليل ان الاتحاد الافريقي نفسه استعام بنفسه شروط اتفاقية جدة علشان يقدم خارطة طريق لحل المشكلة في السودان وبكده نفهم ان اختراق اتفاقية جدة اللي بيحصل في السودان حاليا المملكة العربية السعودية مش مسؤولة عنه اطلاقا وما يعتبرش فشل سياسي للسعودية لان اصلا المشكلة لا في الجيش السوداني ولا في السعودية المشكلة في عصابات الدعم السريع اللي مش بتلتزم باي اتفاق طيب ياريت حضرتك تقولي انت بقى هتعمل ايه مع شوية رعاع ما هو لو كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع لازم يكون عائل قصة ان السعودية فشلت سياسيا في السوداني انا ممكن اصدقها لما تكون المقترحات السياسية اللي تم تقدمها في اتفاقية جدة غير واقعية او غير منطقية او رفضها طرف من الطرفين وبالتالي ده يعتبر فشل سياسي لكن الاتفاقية تمت على اعلى مستوى من الاحترافية السياسية والطرفين وفقوا على كل بنودها ونقصد هنا الجيش السوداني وعصابات الدعم السريع والاتنين وقعوا على الاتفاقية وغديوا بتنفيذ كل البنود اللي فيها والحد هنا مسئولية السعودية بقى انتهت لكن على ارض الواقع عصابات الدعم السريع ما التزمتش باي بند من بنود اتفاقية جدة في حين ان الجيش السوداني التزم بكل البنود فبالتالي مسئولية السعودية والجيش السوداني تم اخلاقها والموضوع كله بيتمحور حوالين انتهاكات عصابات الدعم السريع المستمر لبنود الاتفاقية فياريت لجان الزباب الالكتروني اللي بتتكلم بدون علم وبتقول ان السعودية فشلت سياسيا في السودان ياريت اللجان دي تهدى شوية لان سبب خراب السودان هي عصابات الدعم السريع المدعومة اقليميا وعربيا للأسف ومش عايز اقول لكم ان في جهات خارجية بتؤمر حمدتي انه ينتهك بنود اتفاقية جدة علشان يتم نشر تقارير صحفية بعد كده تقول ان السعودية فشلت سياسيا في السودان وده غير حقيقي وغير واقعي اطلاقا على اي حال ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات يطار ايه الحل من وجهة نظر حضرتك مع عصابات الدعم السريع هل المفاوضات ممكن تكون هي الحل ولا من وجهة نظرك هيكون بس الحل في الحسم العسكري واستخدام القوة المفرطة والغاشمة والمميتة ضد عصابات حمدتي وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته